هل سنصل إلى زيادة ساعات التقنين في الكهرباء؟ هذا الاحتمال وارد مع إعلان ميومي شركة ترايكم إضرابهم فإذا وقع عطل خلال هذا الإضراب في معامل الجي بعلبك، دير عمار، الزوق، لن يكون هناك من يصلحها وجع هؤلاء الميومين هو ما أوصلهم إلى هذه الخطوة ليس عرفين أنه نحن شهرين من أزر لليوم مع أبدين ومن هلأ وبالرايح بطل عنا متعهد إذا بدون يعملوا صفقة جديدة ودفتر عروض جديد من أول وجديد، بدأ تقريباً شي ثلاثة شهر وإذا رجعوا للمتعهد الأديم، المتعهد الأديم عم يقول أنا ما حاق أبقى فنحن بحالة من هلأ ليعملون لأمتحانات لم يفوت على الكهرباء بعد فيش ستنة مذو حوالي شهرين إذن لم يقبض هؤلاء رواتبهم وملفهم تائه في التجاذبات فيه ناس عم تقول عضاهر لمصاري، وفيه ناس عم يلعبوا فينا، وفيه ناس ما سألاني عنا عادة نطلع القنون شمل لحدة 2011 في عالم ما شملهم القنون بيطلع عددهم 66 شخص أوكي ثلاثة ربع العالم مستلمين مراكز إدارية لا يهم يومي شركة ترايكم من هو المسؤول عن مشكلتهم هم عائلات تؤرقها الآن لقمة العيش فهل يدير المسؤولون ظهورهم كما فعلوا سنوات في ملف المياومين؟ ترجمة نانسي قنقر